في هذه الانتخابات إذن الساعات الأولى أو الساعة الأولى سوف تشهد الآن انتخاب رؤساء الكتل والأحزاب كما شهدنا انتخاب رئيس الوزراء في هذه الانتخابات وهذه رسالة للجميع بأن يهبوا وأن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أن يقولوا كلمتهم في هذه الانتخابات وفي هذا اليوم هذا العرس الوطني كما قيل إذن نشاهد الآن في هذه اللقطات المباشرة عبر تغيير وصول رئيس تحالف قوى الدولة الآن يتسلم ورقة الاقتراع والآن اختيار المرشح بالتأكيد لا يمكن أن تكون الصورة قريبة أيضا اختيار المرشح ومن ثم وضع الورقة الانتخابية في صناديق الاقتراع إجراءات ميسرة إذن مشاهدين سريعة سليسة البطاقة الانتخابية تحقق من الهوية ومن ثم الإدلاء بالصوت اختيار المرشح استمعنا قبل قليل إذن إلى رئيس الوزراء أيضا وفي تصريحاته الأولى في هذا اليوم يحث العراقيين يقول صوتوا صوتوا واذهبوا لصناديق الاقتراع يؤكد أهمية هذا اليوم أهمية هذه الانتخابات وتفرد هذه الانتخابات بالكثير من النقاط التي تميزها والتي جاءت بالتالي أيضا بقانون جديد يعول أن يحمل تمثيلا أكبر لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي إذن الصورة معكم الآن مشاهدين رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يدلي بصوته في هذه الانتخابات إذن بهذا يكون قد أتم رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم الإدلاء بصوته الآن يرفع بسببته ويؤشر على الحبر الخاص بالانتخابات إذن الآن تصريح من عمار الحكيم الانتخابات المبكرة التي دعا إليها أبناء شعبنا والأسيما الشباب في الحراك الشعبي في تشيرين واستجابت المرجعية وتبنت هذا المطلب الشعبي والقوى السياسية دعموا ذلك ولقي بترحيب دولي فكانت الانتخابات المبكرة التي نجدها اليوم أبارك لشعبنا هذه الفرصة وهذه الملحمة البنفسجية التي سيسطرونها اليوم واسمحوا لي أن أقدم أربع رسائل في هذا اليوم الرسالة الأولى لشعبنا العراقي العزيز العظيم الذي لطالما وقف وحقق إنجازات نوعية وكبيرة في الدفاع عن مصالحه وعن واقعه المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات في هذا اليوم تمثل انتصاراً لحقوق الشعب واستفاءاً للحقوق أقول لأبناء شعبنا هذا حقكم هذه فرصتكم لإجراء التغيير والاستجابة لنداء المرجعية العليا التي ليس لها مصالح شخصية ولطالما كانت دعواتها لصالح حقوق الشعب وعزته وكرامته لذلك أن نلبي هذا النداء وأن نشارك بشكل واسع وأن نعبر عن آرائنا بكل حرية أشدد التعبير بكل حرية وأن لا نقبل لأي جهة أو كيان سياسي أو شخص ما أن يرغمنا على التصويت لشخص ولمرشح نحن غير راغبين فيه هذا حق الشعب أن يصوت لمن يرغب به ونقول المشاركة الواعية أي التصويت لمن يستحق الثقة وتتوفر فيه المواصفات التي عبرت عنها المرجعية العليا بهذا نحصل على فرصة مهمة في التغيير نحو الأحسن بإذن الله الرسالة الثانية أوجهها إلى الحكومة العراقية المفوضية العليا المستقلة لانتخابات الأجهزة الأمنية كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بإجراء الانتخابات نشكرهم نثمن جهودهم وخططهم والإجراءات الكبيرة التي قاموا بها وتحذيرات لإجراء الانتخابات ولكن أقول أن الخطط شيء وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر الشعب العراقي والعالم كله اليوم يتطلع ليرى مدى هي مصداقيتنا مدى قدرتنا على تنفيذ خططنا والعراق عليها أن يبرز شامخا قويا مرفوع الرأس قادرا على إجراء انتخابات نوعية وغير مسبوقة في مستوى النزاهة والشفافية حماية أصوات الناخبين مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية والحكومة العراقية كيف يحمون هذه الأصوات وأيضا حماية إرادة الناخبين ومنع من يسعى أن يضغط عليهم أن يفرض عليهم أجندة معينة ترشيحات معينة لأي سبب من الأسباب يجب أن يشعر الناخب أنه إذا ما صوت لمن يرغب لا يتعرض إلى أي ضغوط لاحقا هذه مسؤولية الحكومة أن تطمئن مسؤولية الأجهزة الأمنية أن تقف بوجه أي محاولات للتزوير للتلاعب للضغط على إرادة الناخبين ومعالجتها بشكل واضح وحاسم من الساعات الأولى حتى تتم العملية الانتخابية بيسر وسلاسة كبيرة الرسالة الثالثة أوجهها للمجتمع الدولي وأقول لهم حضوركم تلبيتكم لطلب الحكومة العراقية قرار مجلس الأمن هذه المشاركة الواسعة للمراقبين الدوليين في العراق هي رسالة تضامن دولي مع العراق ورسالة دعم وإسناد العملية السياسية والديمقراطية في بلادنا نشكركم على الحضور ونتمنى أن تكون هذه المشاركة وهذه المراقبة في المناطق التي يظن أنها تتعرض إلى تزوير أحيانا هنا أو هناك وهذا ما يجعل مسؤوليتكم كبيرة للحضور ولتطمين أبناء شعبنا والمجتمع الدولي أن الانتخابات تسير بسلاسة الرسالة الرابعة أوجهها للقوى السياسية وللمرشحين الذين يشاركون في هذه الانتخابات أتمنى بعد أن قدمنا جميعا برامجنا وتحدثنا مع شعبنا وعرضنا أنفسنا أن نسمح لشعبنا اليوم أن يقرر هو دون أن نضغط عليه ودون أن نذهب إلى أي خطوات ملتوية من شأنها أن تفسر على أنها تزوير للانتخابات أو لإرادة الناخبين من لا يؤتمن على صوت الناس من يضغط على الناس لأخذ الصوت في يوم الانتخابات كيف يمكن أن يؤتمن على أعراضهم على مصالحهم على حقوقهم على هذا البلد ومستقبله لذلك أوصي القوى السياسية حتى لو كان هناك من خطط لتزوير ما لضغط ما في هذا اليوم ما دمنا في الساعات الأولى أن يعيد النظر في قرار وأن يسمح للناخبين بأن يذهبوا ويصوتوا لمن يريدون ويضعوا ثقة في من يعتقدون فبالتالي المرجعية الأساسية لمستقبل هذا البلد يحددها شعبنا ويجب أن نسمح له أن يقرر هو ما يريد وليس أن نفرض عليه إرادة معينة أتمنى أن تكون هذه الانتخابات انتخابات نوعية وغير مسبوقة في حجم النزاهة والشفافية وأيضا في حجم المشاركة الواسعة التصويت الخاص شارك فيه 69% من الناخبين وهذه رسالة مهمة نتمنى أن أبناء شعبنا من غير القوات المسلحة أن ينافسوا القوات المسلحة في نسبة المشاركة وأن نسطر ملحمة كبيرة يرفع العالم القبع للعراقيين وينحني أمام إرادتهم في هذه الظروف أسأل الله التوفيق والتزديد لجميع والسلام عليكم ورحمة الله إذن هي عدة رسائل خرج بها رئيس تيار الحكمة إذن استمعنا لهذا التصريح الأول من رئيس تحالف قوات الدولة عمار الحكيم بعد الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات توجه الحكيم أربع رسائل في هذه المناسبة والرسالة الأولى كانت للشعب العراقي حث على المشاركة الواسعة والفاعلة التي تمثل انتصاراً للشعب العراقي في هذه الانتخابات الرسالة الثانية من عمار الحكيم كانت إلى الحكومة والمفوضية والأجهزة الأمنية أيضاً وجه لهم رسالة شكر على هذه الجهود وأكد ضرورة وأهمية تنفيذ الخطط التي وضعت لهذه الانتخابات بشكلها المطلوبة الرسالة الثالثة كانت للمجتمع الدولي وأكد أن حضور المجتمع الدولي الرقابة الدولية في هذه الانتخابات هي رسالة دعم للدولة العراقية وأيضاً الرسالة الرابعة كانت من الحكيم للقوى السياسية والمرشحين في هذه الانتخابات حيث أكد وقال أتمنى أن يتم السماح لشعبنا بأن يقرروا بأنفسهم ودون الضغط عليهم كانت هذه الرسالة الرابعة والأخيرة من رئيس تحالف في قوى الدولة عمار الحكيم